من الأسئلة الشائعة ومن المشكلات الكتير أول لكل الأسر وكل الأهالي بتهتم بيها هي مشكلة الكذب عند الأطفال لو جاء نتكلم عن الكذب هنتكلم على إن الكذب هي مشكلة أكثر شيوعا وانتشارا لأن الأطفال بيلجأوا لها كمهرب من أي سلوك أو أي تصرف وخطأ فبيضطر إن هو يستخدم الكذب كحيلة دفاعية للهروب من أي مشكلة وللدخول في الجانب الآمن بالنسبة له أو الهروب من العقاب إذا كان هيتعرض للعقاب من أحد الوالدين فهو بيضطر إن هو يلجأ إلى الكذب كما لجأ للهروب لو جينا نتكلم عن موضوع الكذب هو بيبدأ عند الأطفال في سنة يمكن مبكر لما إحنا بنقول للأطفال إحنا ما بنخدش بالنا من نفسنا كأهالي أو أولياء أمور زي مثلا لو قلت مثلا للطفل إيه حد بيتصل بيه على الموبايل فقلت له قل له بابا مش موجود أو ماما مش موجودة وأنا موجودة فهنا بدأت إن أنا أساعد الطفل وازرع في عملية الكذب بطريقة غير مباشرة أنا مش أصدى إن أنا أخليه يجذب لكن بطريقة غير مباشرة بالمثال أو بالتجربة إن أنا خليت الطفل بدأ يتعلم الكذب أو بدأ يكتسبه بطريقة منقولة من الأهل طيب لو جينا نتكلم على إزاي إن أنا أبدأ أعالج عملية الكذب عند الطفل أو إزاي إن أنا أحرص على إن طفلي ما يكونش كذاب أو إن هو يبدأ يفهم المفهوم الصدق أو البعد عن الكذب أول حاجة لازم أنا أرأي بتصرفاتي كولية أمر كأب أو كأم كويس جدا وإن أنا أتحرى عملية الصدق وإن أنا كل حاجة إلى للطفل يبقى لازم هنفذها قدام الطفل عشان الطفل بياخد المثل والتجربة هنا من ولي الأمر الجزء الثاني لازم أن أنا أقوي المنحة الدينية كل الأديان السماوية حست على الصدق ومتنعت عن الكذب ولازم أدى لابني المثل من الصدق من الأمثلة الدينية واركز معاه على إن الإنسان الصادق الأمين هو الإنسان الكويس وهو الإنسان اللي هو مثال يحتزى بي الجزء الثالث لازم أركز على إن أنا لو أحاول أعدل موضوع عند أولادي أحاول أعدله عن طريق القصة والقصة نجحت أو الدراما نجحت إن أنا كل ما أدي له قصص عن الصدق والأمانة والأجزاء دي نجحت موضوع الدراما إن هو ينقل الأطفال من منحة الكذب إلى منطقة الصدق النهاردة اتعرفنا على الكذب وتعرفنا على بعض التجارب اللي تقدر تساعدنا إن إحنا نساعد أولادنا على إن هم يبعدوا عن الكذب وإن هم يبدأوا يسلكوا مسلك كويس أو منحة كويس من مناحي للصدق ومناحي إن هم يكونوا مثاليين وإن هم يكونش عندهم مشاكل سلوكين